هل سمعتم من قبل عن أقصر فترة حكم لرئيس تولى الرئاسة في بلاده؟ دعونا نتعرف على من هو هذا الرئيس في 19 فبراير 1913 في المكسيك حكم رجل يدعى البلاد لمدة 45 دقيقة فقط حيث وصل إلى السلطة الساعة الخامسة و15 دقيقة مساء وتم عزله عنها بنفس اليوم عند الساعة 6 مساء عندما أجبره الجيش على ذلك زعيم الانقلاب الجنرال هويرتا الذي أطاح بالرئيس السابق قام بتعيين كيدرو ثم أجبره على التنحي في نفس اليوم هذه تعتبر أقصر فترة حكم رئاسية بالتاريخ